كل ما يصدر عن المنظومة الحاكمة في العراق من قرارات وإصلاح مزعوم لا بد من التعمق في تفاصيلها لتظهر كوارثها وخفاياها التي تخدم الأحزاب النافذة قانون الانتخابات الجديد الذي يظهر وكأنه يضعف من مركزية استبداد الأحزاب إلا أن حقيقته عكس ذلك موقع ميدل إست آي البريطاني يؤكد أن هذا القانون الجديد يعمل لصالح الأحزاب الكبيرة والمنظمة والممولة جيدا والتي يمكنها تقديم عدد كبير من المرشحين والمساعدة في تمويل حملاتهم بالإضافة إلى ذلك تتمتع الأحزاب السياسية المهيمنة بمزايا أخرى مثل السيطرة على الميليشيات التي يمكنها استخدامها لترهيب المنافسين والتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد الدولة والحصانة من الاستجواب القضائي أما الانتخابات في عمومها فلا تعد أن تكون أداة للمناورة السياسية بدلا من كونها طريقا نحو تغيير ذي مغزى كما يؤكد موقع ميدل إست آي ويستند في ذلك إلى ضعف المؤسسات والمحسوبية وفساد القضاء بالدرجة الأولى فعلى الرغم من اختيار مجموعة من القضاء المستقلين للعمل في مفوضية الانتخابات إلا أن القضاء أثبت أنه عرضة لضغط سياسي وبالتالي فإن التفويض الفعلي لمفوضي الانتخابات الجدد كان مقصورا على الجوانب الفنية والإجرائية الأمور التي يحرم المساس بها لدى الكتل المهيمنة هي كل ما يتعلق بمسار العملية السياسية وأقطابها الذين كانوا جزءا من هيكلية حكم ما بعد 2003 وما عدا ذلك من أمور شكلية فقد تشهد تغييرا بين الحين والآخر أي أن النص الأساسي للمشهد السياسي يبقى ثابتا فيما يتم التلاعب بالهوامش لا أكثر